اشتركوا في القناة واليوم الكتاب الخامس البردويت يحنى الحي ولكن قبل ما نبلش بهاي بدي بستعديق صغير على كتابك الأخير مجنون ولكن يلي مواضيعه هي مواضيع الحياتية اليومية يلي عم بعيشها الإنسان طرقت لكتير أشياء تكل شي معقول مشاعر تخالج على الإنسان وأهم الخوف خلق بعدنا عم نقول أنه الإنسان دايما بعيش بحالة خوف دايما خايفين من كتير أشياء هل يجوز هيدا الشيء؟ أكيد الإنسان وقته يوصل لمرتبة عالم الإنسانيته بيصير عايش الحياة بملأة ولكن شعور الخوف هو الخوف الإجابي والخوف السلبي مجنون ولكن هو قصة كتبتها غير عن البردويت يعني بالقصص الروائية اللي بيكتبها أنا عن برعية شخص مجنون الخورة مازال ما يتطعز منه يوعظ الخورة أصبح المجنون هو الذي يوعظ يعز الخورة بطريقة حياته بكلماته اللي لأنه بين العبقرية والجنون منقول في شعره يمكن المجنون بعالم اليوم يعطينا قوة أكتر لنواجه سعبات الحياة المجنون هو ما بيفكر كتير وما بيحمل هموم كتيره يعطينا خبزة كفافة يومنا بعيش الوقع بملقه هيدا الخوف اللي قطع بعدة مراحل بيوصل للإنسان اللي يكون متحرر من شان هيك مرات عقلنا هول بيكون عم برقبلنا تصرفاتنا وبيعطينا نوع من الرهبة إذا أنا بكل شي ما فيش عندي شعور بالخوف ما ببدع ولكن شوية خوف بيعطي معنى أكتر للحياة ولكن المشكلة إذا كتير الخوف وبيصبح هو اللي عم يتحكم فيه بيصير قلق بيصير قلق وبيصير حالة مرضية ولكن الرهبة يعني نوع شوية من الخوف حتى بالإدداء ما أرهبها ساعة منشعر بشي مختلف في رهبة الموقف هي بتعطي دفع جديد لنعيش الحياة بملقة قدام الحياة في رهبة الحياة ما منعرف قيمتها إلا على على تأخذ المرض يعني بناهيتها يعني مندرك قيمة الحياة أكتر وكيف يمكن أن نتخلص هيك من هال ما نخلي الخوف سيطير علينا تيصير مرضي الصلاة قديش مهمة في حياتنا يعني نحن منقول أنه الله يراني أم الله حاضر أم الله معي إذا كان الله معنا فمن علينا هذه الأول إلهية اللي بيشعر فيها الإنسان هي بتعطي أنه يتحرر شوية من الخوف عشان هيك بيقول المسيح بعدة محلات ما تخافوا يمكن أكتر كلمة بالكتاب المؤدسة أكتر كلمة تردد صحيح إلى يسوع تاني شي بيقول وقت المحاكمات ما تخافوا أنا رح أعطيكم روحوا لكدوس أنا رح أكون معكم رح تحكوا من دون خوف رح كون حاضر بحياتكم هل هيدا الشعور أنه في حدا حدنا هو بيعطينا القوة مثل الطفل اللي بيكون إذا بنتركوا لحاله وبيعيش بيخوف ولكن إذا كانت أمه حده لو عم تشتغل غير شغلات بيكون عم بحس بسقة أنه في حدا حاضر معه لشانا هيك نحن كلما منصير علاقتنا أكتر مع ربنا ومنحسه حاضر أكتر منصير نتكل عليه بطريقة مريحة أكتر لأنه عنا سقة دايما أنه فيهين عينوا علينا ومنش حضرنا قدامه همه كمان هذه بحياتنا خلينا نوصل للكتاب الأخير البرديوت يحنى الحايك خبرنا شوي أكتر عنه وليه من بعد 120 سنة على وفيته قررته أنه تجمعه مخطوطات يلي كان مدونة أبو يحنى الحايك هالكتاب قصة قصة حلوة كتير أنا صديقي الأبونا مارون حايك المؤرخ الكبير رهي بأمطوني اللي بقعد أنا ويا جلسات كتيري نبحث بالأشياء التاريخية بالأشياء الأدابية بالفكر باللغة فيه صديق صديقه اسمه لويسي الحايك هو صحافة وأديب وشاعر وعنده مجلة السائح السيفر ترك لبنان بفترة الحرب بيته ببيت شباب نسرق مكتبته الكبيرة تبغلبي وأهله نسرقت كلها سوا فيه بمحال صندوقة فيه أوراق تركوها وهيدي الصندوقة فيه أوراق هي فيه مخطوطات كتبها البرديوت يوحن الحايك بقيت سليمة حلو وفكر أنه أنه يشوف كيف بده يحققها وكيف يرجع يضوي على هالشخصية اللي قطعت بتاريخ بتاريخ ما قبل النهضة بلبنان وكيف هالموارنة أم هرجال الدين كانوا عم يصعوا ليسقفوا شعوبهم إن كان تحت الشجرة أم بالمحاضرات أم بالكنيسة بلقاءاتهم فاخترنا ثلاثة ثلاثة مخطوطات اللي البرديوت كتبهم والبرديوت كان للصدفة فلسفة أكيدة كان للصدفة إنه كان بدوا يطبعهم من مئة سنة لك من أي مرة يعني كان بدوا يطبعهم بمطبعة الرهباني بعبدة ولكن للظروف أم لأخرى لم تطبع الكتابات رجع استرادهم فبقى جيت أنا وابونا مارون رهبان أنطونيين اشتغلنا مع الأستاذي لويس أخذنا هالمخطوطات درسناهم حققناهم أصلا تأملنا فيهم ريناهم جعنا كتبنا دراسة كبيرة عن البرديوت وفي طريقة فكره لأنه البرديوت يحن الحيك ولد 1858 يعني مع بداية إذا بدك التحولات اللي صابت جبل لبنان من بعد درس على إيد يصف الحيك هو الأبونا يصف الحيك كان معروف كعلامة بالمنطقة ودرس على إيداك ورجع نزل على بيروت درس ما توقف هون سافر على روما سافر على فرنسا صار عنده براسه كم هيل من السقافة بهيداك العصر اللي بتختلف عن سقافة جبل لبنان اللي يعني كان التواصل أكيد منه مثل اليوم يوم إذا بيصير شيء بالفاتيكان نحن أثر على ناس بنقدر إذا عم نتبع صفحة الفاتيكان بنعرف يمكن أكتر من الناس اللي عايشين بروما بهيداك الوقت ما كان هالتواصل كتير سريع نقل الفكر تومى الأكويني قبل ما يترجم الخلاصة اللاهوطية باللغة العربية ترجم مقاطع من الخلاصة باللاتينة ووضعها بين الأشخاص الحوالي ليسقفهم وكان أستاذ بالإكليريكية مرشعية اللي بعلموا فيها الرهبان والكهنة كان بمدرسة قرنة شهوان ببدايتها يعلم فيها ويزرع الكلمة لأنه كان ضليع باللغات القديمة كما اللغات الحديثة قيمتوا للبرديوت أنه عم بينقل تعاليم المجمع الفاتيكاني الأول للكنيسة للإكليريكيين بنفس لبناني بلغة عربية يعني كان بعدنا كان بعدنا حلط الأطراق يعني كان بعدنا بعد ما تحررنا يعني كان بعد الكلمات كلها بالسرياني أم بالكرشوني فيكتب بلغة عربية سليمة هي رح تكون بوادر لانطلاق نهضة عربية جديدة خاصة بترجمة مفاهيم فلسفية كبيرة وأول مخطوط هو بعلم الله إذا الله موجود الله منه موجود سبب وجوده علة العلل أخذ فكر الفيلسوف أرستو أخذ الفكر الفلسفة العربي من ابن سينا والفرابي وصولاً لكانت لنيتشي لحل اللي عمل مواجهات فكرية معه وهو من السكولاستيك يعني بيعرض المشكلة بيعرض المع وبيعرض الضد لأنه هو التتلمز على إيدان تومى الأكويني بمعنى على فكر تومى الأكويني وكأنه في تناص بين بين الفكرين وببعض المحلات يمكن لكسافة الوقت يعني 800 سنة فاصلة بين فيلسوف الكنيسة الجامعة تومى الأكويني وهو مقدمة فعل قدر يطور ببعض أفكار تومى الأكويني أهمية الكتاب أنه نقول نحن رجال الدين أم المفكرين لعبوا دور كتير كبير بتسقيف شعوبنا لعبوا كتير دور كبير بزرع مفاهيم جديدة لنقطر نتطور لأنه الإنسان ما بيتطور إلا ما يبني سقافة متراكمة على الأشخاص اللي سبقوه بفكره تطوره وهيدا اللي عمله بالفعل وشفنا أنه فيه شي جديد شي جديد أزيد علي أزيد علي خاصة في التقليد الكنسي في التقليد الكنسي رجع للمسيح للرسل للتلميس وصولا لعصمة البابا كيف المجمع الفاتيكاني الأول ثبت فكرة المجمع يعني عصمة البابا أنه البابا هو السلطة الأعلى في الكنيسة قدر يوصل للفكر كله سوى ليوصل لفكرة اليوم يعني عامل أبحاث جد مهمة بعلم النفس بعد كان علم النفس ما أخذ مفاهيمه بالعالم كم هو ضو عم علم النفس قدر يقرأ الفلاسفة التنويريين بأوروبا وينقل لشعوبنا ويعطيها معنى جديد بحياتهم اليومية صورة جديدة بالمفاهيم وكان فيه توقيع الكتاب كمان بمسرح الرحيبني بأونتلياس كان فيه كثير من الأفكار رجع ضوّع على محمد شاية دكتور ضوّع على المفاهيم الفلسفية المسيحية دكتور عادي اليمين دكتور أبونا بديع الحاج كانت برعية صاحب السيادة مطران كاميل زايدين ولكن للأسف كان بواعكة صحية مثلوا الموثنيور روكوز براك يعني كان كان شغلة نرجع نحن نقرأ يمكن بشعوبنا اليوم ما منقدر نتذكر كتير أما عنا وقت كتير للكراءة لأنه اللي ما بيعرف تاريخه ما بيعرف الكنيسة أم رجالة شو أعطه يمكن منصير متنكرين لحياتنا الروحية بربشارة وين ممكن نلاقي الكتاب وين موجود بكل المكتبات موجود بالمكتبات الروحية بمكتبة أنتوان ومعها بمارليس بمكتبة مارليس أنتليس وبكل المحلات موجودة هل صعب أنه واحد يفهمه هل هو كتاب فالسف في محد يعني أكيد أكيد الكتاب أنه في بعض الأشياء الروحية المبنية على الفكر لأنه كمان بيعتبر البرديوت أنه نحن ما فينا نكون بس نصلي بالشعور بدي يكون واقع بدي يكون يتناسب مع العقل وكبر للعقل وما يكون رافض للعقل حتى لو بدوا يحكي عن العجيبة ومفهوم العجيبة الفلسفة اللي هو تخطي تخطي الشرائع الطبيعية لا تكون عم تأكد حدث معين ولكن بيقول مثل ما بيقول هيجل أنه إذا ما نقضي على الدين نعمل الدين شعوريا بس شعور وأحاسيس هو عم بيقول أنه مضطرين كبشر وكأشخاص نشعر بحضور الله ولكن ما بده يكون نقيد لمفهومنا ومنطقنا وعقلنا اللي هو بكثير من المفاهيم اللي اليوم كثير محتاجين أنه نرجع نضو عليها وبخامة ما نكون سطحيين بإيماننا ما نكون سطحيين بعالم اللي عم يبحث على نقض وضحض الإيمان المسيحي بالعالم كله سوى الهجومات على المسيحية صحيح نحن فكريا قدرين نواجه وروحيا قدرين نواجه فقفز عن الطبيعة قدرين نواجه لأنه المسيح إجا حكينا بلغتنا إجا حكينا بكلمتنا إجا حكي قلبنا بس كمال حكي فكر نعم هيدا أهميته هيدا أهميته هيدا اللي لازم الدين يكون عقل وفكر مع بعضهم مش أنا أشعر بمحبتي لله وخلص صحيح بدي يكون تنعمية بالمية أنه أكيد بالكنيسة صار في مشاكل كتير يمكن بالعصور الوسطى بين الدين الإيمان الإيمان والعقل ويمكن حسما البابا يحنى بولوستاني وقت قال العقل والإيمان جانحان يعصلاني بنا إلى الحقيقة المطلقة أي إلى الله إلى جانب كتابيتك بير بشارة كمان بتكتب كلمات تراتيل وهلأ رح نسمع تراتيل إلى القديس شربل يلي اليوم ذكرت قديسه وإن شاء الله يا ربي هيك كلماتها طبعا إذا نيبع من هالشعب تكون تدخل لقلوب كل الناس خلينا نسمع سوا يا ليلة المبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة تخلاص شربل للقديس يا ليلة المبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة بتخلاص شربل للقديس ادامك تنحني لجبال المبتركة والدني بتهلل شربل للحبيس شربل للحبيس يا ليلة المبين عسل مبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة بتخلاص شربل للقديس مين المبين عسل كلنا مطلوب منك والقلب الجريح بشفى بلمس منك بشفى بلمس منك يا ليلة المبين عسل مبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة بتخلاص شربل شربل للقديس يا ليلة المبين عسل مبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة بتخلاص شربل شربل للقديس يا قصة الله ونسمة المسيح يا ليلة المبين عسل والشمس الما بتغيب يا صلمة بتخلاص شربل للقديس يا صلمة بتخلاص شربل شربل القديس شربل القديس شربل كيف تفسر دينيا عقليا شعوريا المسيح وقت اجه على أرضنا اجه بطريقة انسانية دخل بالولادة لا يقدر يفهمنا وخرج بالموت لأنه اللي بيولد لازم يموت ولكن انتصر على الموت بالقيامة كل حدا بيتحد بشخص المسيح بيعمل أعمال المسيح اللي هو العنى اللي بيعمل الشيء أعظم مني يعني منشان هيك منشوف حتى بعمل الرسل خيال الرسل كانوا يقطعوا على المرضى كانوا يشفوا ظهرة القديس شربل شغلة كلنا سوا من الحني قدامها يعني أنا بحديثي مع الإسلام مرات منختلف على مفهوم الله السلوس ولكن وقتها نحكي عن القديس شربل بيسلموا كلهم سوا بقولوا لمجال للحكي يمكن على مفهوم الله يسوع المسيح إنسان وإله طبيعتين بشخصه ما يقدروا يفهموها يمكن ما يقدروا يفهموا كتير إشياء ولكن طبيعة وحياة القديس شربل هي يمكن ما بعرف لاش أنا بقول لهم فيه مثل مرشربل ألاف بالكنيسة لأنه هو تبع المسيح صار مرشربل مرشربل تحت بالمسيح اتحاد مرشربل بيسوع المسيح تخطى حياته على الأرض بس حتى ما بعد موته وبلش يطلع النور على قبره كيف سمح مرشربل هالقديس أنه يتنكل بجسده كيف سمح أنه ما حدا يفهم خاصة رجال الدين الحوالي ما يفهموا هذه الظاهرة يعني كأنه كان فيه يظهر ويقولهم شو عم تعملوا يجي عليهم بالله شو عرفني حتى ترك الإشي تمشي يعني قدام الله تركها تمشي متل ما هي تاني شي هالاتحاد المطلق بيسوع المسيح يعني تصوري مرشربل عم بيصلي بتنزل ما بينتبه هالبساطة بالحياة اللي عيشها هالسئة المطلقة هيدا نحنا يمكن اليوم منقول عم نصلي بس مش مصدقين مية بالمية أنه الله موجود يعني بمعنى أنه أوكي الله موجود بس هون يمكن بش موجود الله موجود بالكنيسة بس يمكن هون بش موجود يعني وكأنه نحنا ما عنا هالسئة المطلقة اللي عنده يهامر شاربيل وكيف وصل علي من خلال تكشفات وصلوات وقدر اتحد الاتحاد انصهر انصهر بالله يعني نحنا منقول أنا ككهن بقول هذا هو جسدي وقتها كبت تقديس ولكن قديش أنا مؤمن فعليا أنه جسدي صار هو المسيح والمسيح هو فيي وأنا بالمسيح بكل لحظة بحياتي اتحاد بالله منا سهلي ولكن يمكن نحنا كمؤمنين خطيطنا اليوم بيقدر علينا الشيطان يقولنا انه لو كنا بعصر مار شاربيل كنا صرنا اديسين اما انه انا ما بقدر عيش إلا ما اطلع على المحبس يصلي وفوق بلاقي الله انا بدي اوصل لفوق حس بي الله واحمل الله معي انا بدي فوت قدس ااخد جسد يسوع وخلي يسوع بقلبي عيش بش حي موجود ما كون انا هيك بشخصيتين انه ااخد جسد المسيح واطلع لبرا انسى انه المسيح فيي والمسيح قال ملكوت الله في داخلكم مرشار بلصدق كلمة الله نتعب حالنا نتدرب برياضات روحية بكراءات روحية بتأملات فكرية لنسير بالفعل عايشين بحضرة الله دايما ايه دا سؤال كنا مدعوين يمكن مرشاربل سبقنا وقلنا الفخر نحنا انه يكون مرشاربل ابن وطننا ابن طرابنا بيفهمنا منروح لعنده بيفهم لغتنا بيفهم لغتنا منروح لعنده منقل له الصفل فينا وهو هالقدي هالقدي طيب هالقدي 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 طيب يعني ولا ممكن يعني انا يمكن خورة بلحية سودة بخوف ولد صغير بيشوفني اول مرة بس ولا طفل بخيف من صورة مرشاربل يعني بيدحك له لمرشاربل رغم انه الصورة يمكن نحنا معودين عليها بس الصورة يعني رجال خطيار لحية طويلة حاطة عراسه اسود ولكن هالاشعاع الروحي بيقدر يخترق الكبير والصغير بيخترق المؤمن والغير مؤمن صح يعني هاي دي قوتو لعمر شاربل امين يا رب اهم شي لما نقول لي تكن مشيئتك نكون تنعين مية بالمية وتكون نابعة من قلبنا ومن فكرنا حتى فعلا نقدر نسلم حياتنا ويزيل عقنا القلق والخوف والرهبة وكل شي نحنا بحالة على طول يعني بحالة اختبار وجود الله بس بحبك كمان من خلال ترتيلة مر شاربل حي الصوت الملائكي جيسي جليلاتي بحي ادقار عون اللي لحنى وبحي كمان جو ماري رياشي اللي وزعها وتسجلت عنده استوديو هالعمل اللي طلع مشترك من اربع خمس اشخاص وصار صار خوري اللي عملت الفيديو كليب يعني كلنا سوا اشتغلنا وبي كتير من الحب لانه بالفعل انه نقدر يعني يعني ادي الشرب بحقله كل شي منه بحقله كل شي منه انا بدأ شكرك بير بشار الاسف خلص وقتنا ازا ممكن بعد نعمل لقاء تاني نحكي فيه عن كتاب دكتور ربيع بطادل كمان مرة بدأ شكرك ومبروك لالترتيلة ولالكتاب الشديد مشاهدينا رح داخد برايك ومنكمل معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة